كلما أنعمنا النظر في تاريخ الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا الوقوف على منهجه صلى الله عليه وسلم اشتاقت النفس أكثر وازداد شوقها إلى معرفة المزيد من منهجه صلى الله عليه وسلم والآن أقف بك عزيزي الطالب على ملامح الدعوة التي كانت عليها الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولنبدأ بملامح الدعوة في العهد المكي لقد كانت ملامح الدعوة التي يستطيع الباحث في سير الدعوة الإسلامية في العهد المكي أن يقف عليها كانت هذه الملامح في صور شتى منها الاهتمام بتبليغ الدعوة ونشرها سرا وجهرا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وديدنه أن ينشر دين الله في الآفاق ولقد كان حبيب إليه أن ينشر القرآن وينشر سنته في ربوع المعمورة كلها حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن أشد الحزن عندما يعرض عنه الناس ولذلك وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين كان النبي كان الحق تبارك وتعالى يضمد جرحه ويثبت فؤاده أيضا من ملامح الدعوة لاهتمام بتربية من استجاب للدعوة والعمل على تزكيتهم وتربيتهم على هدي الإسلام والتربية والتزكية تكون على عدة أمور على عدة أمور منها تعليم من دخل في دين الله أمور دينهم ثانيا تطبيق الإسلام في حياتهم ثالثا تعميق معاني الأخوة فيما بينهم إن تعليم أمور الدين وتطبيقه في واقع الحياة وقيام هذا كله على الأخوة الصادقة يجعل لهذا المستقبل أو يجعل لهذه الدعوة مستقبلا زاهية ويجعل لهؤلاء عمدا أساسية تعتمد عليهم الدعوة في مستقبل أيامها وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية كما كان من صور التربية التواصي بالحق والتواصي بالصبر وهذا ما جاء به القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالأمة المسلمة إن قامت على هذه المناهج التربوية قوية أركانها واشتدت سواعدها أيضا من ملامح الدعوات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على عدم المواجهة للأعداء بالقوة إن مواجهة الأعداء إنما تسير على مناهج معينة إن استعملها الدعاة نجحوا في مواجهة أعدائهم وإن تركوها وعمدوا إلى القوة في كل مظانها فسدت ولم تؤتي ثمارها ليانعة أيضا من ملامح الدعوات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية الحركة بالدعوة وعدم الجمود بها على مكان نشأتها الحركة في كل ماء واد وفي كل مكان لنشر دين الله في الأفاق يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسس هذه الدعوة على الحركة أيضا لاستمرار العمل والتخطيط لمستقبل الدعوة وهكذا كانت الملامح في المرحلة المكية فماذا عنها في المرحلة المدنية ملامح الدعوة في العصر المدني أو في المدينة كانت على هذا النحو الاهتمام بمتابعة عملية التبليغ للدعوة حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم كل الاهتمام بالمتابعة لكل خطته وكل مناهجه التي بثها ونشرها بنفسه وعلى ألسنة وقلوب أصحابه الأطهار كذلك الحرص على إقامة الدولة المسلمة عند اكتمال أركانها الثلاثة وأركان الدولة المسلمة هذه هي القاعدة الصلبة من المؤمنين وأيضا الأرض الملائمة وكذلك النظام الواضح ثلاثة أمور تمثل قواعد أساسية وعمدا لا بد أن تقوم عليها الدولة المسلمة قاعدة من الإيمان وأرض ملائمة ونظام واضح لأنها أكبر دعامة للدعوة وأهم مؤسسة رسمية من مؤسساتها يقول تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور انظر إلى الآية الكريمة وهي تجسد الشيء وأساسه التمكين بإقامة الصلوات وبأداء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باليوم الآخر ويشير إليه قوله عاقبة الأمور أيضا كان من ملامح الدعوة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المدنية لاهتمام بتطبيق الأحكام الشرعية على جميع المستويات الفرضية والجماعية وأيضا مهادنة الأعداء المهادنين والمجاورين ومعايشتهم في ضوء نظام واضح إذ إن الأمة عندما تقوى إيمانيا وأخلاقيا وعقديا وتشريعيا عندئذ تستطيع أن تواجه أعداءها لكنها يوم أن تفرد في واحد من هؤلاء الثلاث عندئذ تصبح ألعوبة في أيدي أعدائها وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوف الأمة شعورها بالقوة الإيمانية والقوة الأخلاقية والقوة التشريعية أيضا مجابهة الأعداء المحاربين وإرهاب المتربصين في الداخل والخارج عن طريق السرايا والبعوث والغزوات والإعداد المتواصل لذلك فالأمة تقوى إن اهتمت بجانبها العسكري لأن الحق يحتاج إلى قوة تحميه أيضا تحقيق عالمية الدعوات الإسلامية عن طريق الانطلاق بها في أكثر من اتجاه لقد سمق وأن قلنا إن الدعوات السابقة كانت محلية خاصة بأقوام كل نبي أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت عالمية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالمية الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وهكذا نكون قد وقفنا على الأسس والضوابط والخصائص التي يجب أن يتحلى بها الدعاة في دعوتهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن وقفنا على الدعوة في عهده صلى الله عليه وسلم